السلام عليكم كديري لغسر لكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتما تشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم كيكا سويدية بدون دقيق سهلة في التحضير سوف نحضر بعض البيضات 80 جرام السكر خبيبات و 140 جرام اللوز سوف نحضر بعض البيضات و نضيف المقادير الكيكا و نرى المقادير الكريمة نفرق بعض البيض على السفر و نضيف المقادير الكريمة و سوف نضيفها و نضيف المقادير الكريمة و نضيف الخبيبات و نضيف البيض من الضغط نضيفه في الكيكا و سوف نضيف الكريمة اضع المغاك بسم الله الآن سوف نذكر الروس التي تحنا بسم الله ونضع طبيعة الحلم التي تحت لفوق لن تغسروا باية البيض هذا هو القوام الخلاة الذي تسمع عليه أخذت المول الذي سوف نطيف فيه الكيك 20 سنتيمتر أخذتها بالزبدة والبستو بورقة طيب لا تحترمو القياس المول ما بين 18 حتى 20 سنتيمتر لا تفوتوش هال القياس لأن الكيكا ما فيهاش الخاميره وما تجيش طلعه بالساخ تقريبا لا تحترمو مشبه تحترمو من 6 حتى 20 درجة من الأسفل والأعلى ونعرفها نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة 100 ميلي لتر الكريمة السائلة 70 غ سكر حبيبات 125 غ 1 ساشي الفاني نضيف الكسر نضيف الكريمة نضيف السكر الفاني ثم نضيف الكريمة نضيف الكريمة و نضيف الكريمة نضيف الكسر نضيف الكسر مهيل نضيف مدة جميع 3-5 دقائق و لا نسخدم كل حديث كما نضيف سوف نقوم بتحضير المعلقة كما تشاهدوا معي هذا دليل على ان الكريم سوف نتفعلها سوف نقوم بتحضير المعلقة نضع الى من أبداً سوف نقوم بتحضير المعلقة إن شاءنا بتحضير المعلقة سوف نقوم بتحضير المعلقة السيلة السige سوف نقوم بتحضير المعلقة سوف نضع لكريمة نضيف الكريمة هذه الكريمة جاهزة اضيف الكيك ولكن لا تدري الوائع كذا لن تكون حدثت مغلوح هذه الكريمة لا تضيف في الوائع تبدأ كل معين نقس نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريم وفوق و اخر حاجة تقريبا 50-60 جرام اللوز افلي مرسو في الفرن بسم الله بعد ان اكملت الهاتفين سنقطع لكم و احطريب بفعلا تجي رائعة و تساهل تجريبة و لا يوجد كترة المكونات بسم الله و لا يوجد كترة المكونات بسم الله و لا يوجد كترة المكونات بسم الله